فيروس كورونا ادخل العالم في دوامة الخطر ووجه رغم صغر حجمه ضربة لمجالات الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها ستحتاج البلدان الى سنوات لتتعافى منها الجهات الصحية في العراق سارعت الى التحذير من مخاطر الوضع والجهات الامنية اعلنت اجراءات كانت ستكون كافية لو تم الالتزام بها حرفيا بالمقابل كانت الكثير من دول العالم قد سبقتنا الى اعلان حالة الطوارئ ولجأت الى تدابير استثنائية لمواجهة الازمة فبلد مثل الصين الذي كان بادئ الامر مكانا لظهور الفيروس وبؤرة لانتشاره نجح بشكل لا يصدق بالحد منه قيل قديما العاقل من التعظى بغيره وما احوجنا في العراق لتطبيق ذلك فغيرنا من البلدان واجهت الازمة باجراءات حكومية مشددة تتعلق بحضر التجوال ومنع التجمعات بكافة اشكالها ولكن واحقا للحق فانما جعل الاجراءات الحكومية في تلك الدول اكثر فاعلية هو وعي مواطنيها والتزامهم بالتعليمات وتطبيقها حرفيا والمبادرة الى اتباع سبل الوقاية بدءا من البيت وصولا الى الامتناع عن مغادرته الله وكلكم وهذا التحذير من ادي اقول لكم وانا نذكر بعدين والله لا يقول شاء الله يا الله كنا لغلطة يا الله يا الله والله يا دكتور وانا احتيلك هسا كل ذولة لعمرهم ستين فوق ستين خلي حضرون رواحهم وهاي الشباب تضحك عليهم خطيتهم برقبة الشباب حاطبار قيلة وقاعدين هسا بالشوارع هنا بالأرصف تجمعات هسا هسا اطلع خدم مكان ما يجعلنا نشعر بالمرارة هو ما نلاحظه من سلوك يومي لمواطننا العراقي بعيدا عن التعميم فان اعدادا كبيرة من ابناء شعبنا انشغلوا بالسخرية من الوباء على مواقع التواصل الاجتماعي تارة والتقليل من خطورته تارة اخرى معظم الناس لم يلتزموا بنداءات الجهات الصحية وهو ما يجعل عدد المصابين مرشحا للزيادة مع مرور الايام هنا لا بد من التذكير بان تعاليم الدين كانت واضحة فالشرع يستند الى مبدأ احكام العقل اولا ومعرفة الخطأ من الصواب فديننا يؤكد لا ضرر ولا ضرار ودفع الضرر اولى من جلب المنفعة لكن كل ذلك وما تبعه من نصائح رجال الدين والمرجعيات لم يلقى للأسف آذانا صاغية تجاهل التعليمات الدينية ونداءات الجهات الصحية يؤشر خللا واضحا في مستوى الوعي وهنا لا بد ان يكون اخر الدواء الكي وان تلجأ الجهات الامنية الى فرض الالتزام على من لا يأبه لوازع الضمير والانسانية هيا عمي الله يحفظكم ما لدينا علاقة حمي والله العظيم اذا تردون علينا اقعد بالبيت وبس اصور لا اطلع ولا هم يحزنون عمي اتقوا الله ساعدونا شوية قعدوا ببيوتكم السرطة حضرت الجوال ليش يتفترون بالشوارع ساعدوا فعشوا سيارات بالشوارع جايد يمشي ولا تقول اقوش كل الامة مقلوبة على مدنح مني اثنين كلافة وخمسين شتين واحد يفتقون الفتق عليهم عمنا الله يكون بعوننا والله سبحانه وتعالى يرجع شوية يطينا من الصبر حتى نصبر والله العظيم اندعونا ما قلتم غير هاي